دخل ملك الموت على نبي الله داود فنهض النبي صلى الله عليه وسلم وقال أهلا بأخي وحبيبي ملك الموت أجئت قابضا أم زائرا قال لا جئت أعلمك بأمر هذا الشاب الذي في مجلسك بقي يا نبي الله داود في عمره عشرة أيام والشاب عمره عشرين سنة ليجالس نبي الله صلى الله عليه وسلم فاغتم نبي الله داود وأخذ يراقب هذا الشاب ومضت الأيام العشر ولم يأتي ملك الموت لهذا الشاب وإذا بملك الموت يدخل على نبي الله صلى الله عليه وسلم سيدنا داود فنهض وقال أهلا بأخي وحبيبي ملك الموت أجئت قابضا أم زائرا قال ملك الموت لا يا أخي داود لقد جئت أعلمك بأمر هذا الشاب الذي خرج من مجلسك قال نبي الله بلى يا ملك الموت قال 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 لي عشرة قال قلت لي عشرة أيام إلى اليوم أصبحوا ست عشر يوما قال أمرني قال أمرني ربي أن أقبض روحه فمشيت شرقا وغربا فلم أجد له لقمة يأكلها ولا جرعة ماء يشربها وما بقي له إلا الأنفاس المعدودة وهو يمشي وأنا أمشي بجانبه فمر به فقيرا وقال أعطني بالله عليك من مال الله التي آتاك به فمد يده ذاك الشاب في جيبه وأخرج ست دنانير وأخرج ست دنانير وأعطاها للفقير فقال الفقير أطال الله في عمرك وجعلك الله رفيقا مع سيدنا داود بالجنة فناداه رب العزة تعالى يا ملك الموت لا تقبض قال ملك الموت ربي لم يكن له لقمة يأكلها ولا جرعة ماء يشربها ما بقي له إلا أنفاس معدودة فقال الله يا ملك الموت أما رأيت من أعطى الفقير قال بلى قال أما سمعت دعاء الفقير قال بلى قال اذهب إلى نبي الله داود صلى الله عليه وسلم وقل وقل له السلام يقرئك السلام ويقول لك إن الله أعطاه بستة دنانير ستين عاما ولا يموت إلا وله من العمر ثمانين عاما وهو رفيقك يا داود في الجنة فيا أحباب الرسالة إليكم أكثر من الصدقات أكثر من الصدقات فهناك الكثير من الفقراء وهناك الأكثر من الأغنياء بارك الله فيكم أكثر من الله النار وما خلق الله الجنة عسى الله أن يكتبها في صحيفة أعمالنا أنا وأنت والمسلمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمك بأمر هذا الشاب الذي في مجلسك بقي يا نبي الله داود في عمره عشرة أيام والشاب عمره عشرين سنة ليجالس نبي الله صلى الله عليه وسلم فاغتم نبي الله داود وأخذ يراقب هذا الشاب ومضت الأيام العشر ولم يأتي ملك الموت لهذا الشاب وإذا بملك الموت يدخل على نبي الله صلى الله عليه وسلم سيدنا داود فنهض وقال أهلا بأخي وحبيبي ملك الموت أجئت قابضا أم زائرا قال ملك الموت لا يا أخي داود لقد جئت أعلمك بأمر هذا الشاب الذي خرج من مجلسك قال نبي الله بلى يا ملك الموت قال 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 لي عشرة قال قلت لي عشرة أيام إلى اليوم أصبحوا ستة عشر يوما قال أمرني قال أمرني ربي أن أقبض روحه فمشيت شرقا وغربا فلم أجد له لقمة يأكلها ولا جرعة ماء يشربها وما بقي له إلا الأنفاس المعدودة وهو يمشي وأنا أمشي بجانبه فمر به فقيرا وقال أعطني بالله